خليني كمان على ان اليومين اللي فاتوا دول اصار محور من الجدل على السوشيال ميديا وخصوصا لما المحامي طبعا المعروف سمير صبري تقدم بالبلاغ ضد الفنان محمد رمضان واتهموا قدم بلاغ نائب العام وبيطالب بالمحاكمة الجنائية واتهموا فيه بالاهانة للدولة المصرية في مشهد من المشاهد لما كان بيقول لولده ان هو يسافر لما والده اعترض لما راح ممزك الباسبور وراح رامي الباسبور على الارض في الحقيقة المشهد ده يمكن يكون عدى على ناس كتير مننا واخد المشهد فيه اللي اخده بشكل على المحمل الشخصي مداي وفيه اللي اخده بشكل عادي ان هو كمشهد كتمثيل ولكن فيه اللي خده على محمل القرامة لان الدولة المصرية او المواطن المصري او فاتحي كتير من مورية مصر العربية الباسبور ماينفعش بتاعنا ان هو يترمي كده وامكن انا في حلقة من الحلقات طلعت وقلت بنشوف ناس كتيرا كل كام يوم على السوشيال ميديا اللي معا الباسبور الانجليزي الامريكي اللي مش عارفة اي دولة تانية ولكن انا كنت فخورة ان انا بحمل الباسبور المصري لان مصر الوحيدة اللي في وقت الازمة هي كانت وقفة يعني جنب كل الدول فماينفعش النهاردة ييجي فنان في مشهد تمثيلي ان هو يرمي او يمزق الباسبور المصري لان انت لو شايف ان الباسبور المصري ده ما يهمكش يبقى تمشي منها وما تعيش فيها لان مصر ماينفعش ان احنا نعمل معاها كده طبعا انا بضم طبعا صوتي طبعا لصوت السيد المحامي سامير صبري لان ماينفعش الاهانة للباسبور المصري لان مصر دي مش كلمة كده عادية وتعدي